مساء الخير قبل أن يصل إلى مترقة الجلسة العامة غدا ضرب الكابيتال كونترول بالفأس النيابية وبعملية مشتركة أجهزت على مشروعه وعدته ورقة ملغات موجهة من قبل الحكومة وعبر لجنة مستحدثة لا صلاحية لها في التعدي على النظم المالية واختصار اللجان المشترك اليوم أن النواب استحدثوا منصة انتخابية وشرعوا في الدفاع الشرس عن حسابات الناس على طريقة شحد الصوت التفضلي ومن مال الله يا مودعين لم يبقى نائب في كتلة خارج الإدلاء بدلوه وأعلاء الصوت ومن دون كونترول وكل تذكر المودعين صغارا وكبارا ومتوسطي أعمار مالية فرجموا المشروع والورقة اللقيطة التي وزعتها الحكومة عبر اللجنة المختصة وتوجهوا إلى الحكومة بتوصية تأدبية بأن اذهبي وأعد مشروعا كخلق الله ولا تتهم مجلس النواب بالتقاعس عن التشريع وتحت هذا الضغط النيابي المرتفع جاءت المواقف المسيلة للدموع من قانون هبط علينا إلى قانون الفورمات إلى آخر التوصفات التي يجري تلخيصها بكلام للنائب مشال الظاهر نحن فلسنا ومش عم نعترف ورايحين عم الجاعة وكشف الظاهر بخلاف كل التصريحات النيابية أن هذا المشروع لم يأتي من الحكومة وإنما من صندوق النقد بالتفاهم مع الحكومة وهناك ملاحظات عليه ويلزمه تعديل لكن مجلس النواب وعلى مسافة 45 يوما الانتخابات وبالشعبوية ما حدا بده ينقشه لأننا لا نريد مصارحة الناس أنه من أصل 110 مليار دولار ودائع لم يتبقى سوى ثمانية وخلصنا نضحك على حالنا لكن هذه الفرصة الانتخابية للنواب لا تعودها مهرجانات وماكينات انتخابية وهم استثمروا هذه الفرصة حتى آخر تصريح من دون أن يلتفتوا إلى واجبات الدولة حكومة ومجلسا وعهدا التي كانت تقتضي إقرار قانون الكابيتال كونترول منذ الأيام الأولى للانهيار المالي قبل سنتين من اليوم أما الآن فإن من هرب قد هرب الأموال فقدت الكنترول وما تبقى يجري الإجهاز عليه في استنزافه عبر الصرف من الاحتياط الإلزامي من جهة وفي حرب القضاء والمصارف من الجهة المقابلة ومع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد يوم الأربعاء بدأت علامات الانهيار تطل برأسها لا سيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه في حال عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول فلي يكون هناك اتفاق مع الصندوق ولا اتفاق يعني أن خطر الانفجار الاجتماعي سيصبح داهما وفي المداهمات القضائية تحركت النيابة العامة التمييزية أخيرا على خط القاضي غاد عون وقراراتها الضاربة لسير عمل المصارف في الخارج وبعد منعها التحويلات المالية والأموال المنقولة إلا بإذن واضح وصريح ومبرر قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرجوع عن قرار القاضي عون قرار النيابة العامة التمييزية جاء نتيجة الطلب المقدم من الوكير القانوني لعدد من المصارف المشمولة بالقرار المحامي صخر الهاشم الذي كشف للجديد أن عاشرة مستثمرين من الكويت والسعودية والإمارات طالتهم قرارات القاضي عون القضائية وعلى سلك مالي قضائي أوروبي جددت وكالة يوروجست للتعاون القضائي تحقيقاتها وأعلنت أن السلطات في فرنسا وألمانيا والليكسنبور وحدت هذه التحقيقات في قضية غسير الأموال في لبنان وجرى تجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو وتجميد أصول عقارات في ألمانيا وفرنسا إضافة إلى عدد من الحسابات المصرفية وقالت معلومات صحفية إن الأصول المجمدة تعود إلى الأخوين رياض ورجا سلامي وذلك بناء على معطيات ومعلومات وصلت من لبنان إلى القضاة الأوروبيين